في طار التنديد باتفاقية الصيد البحري المزعومة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربية نظمت تنسيقية قديمزيك للحراك السلمي تظاهرة سلمية بشارع التحرير على الساعة الخامسة مساء رفعت من خلالها شعارات مطالبة بالاستقلال ورافضة لوجود الاحتلال وسياساته الاستعمارية لستتدخل قوات الاحتلال بأصنافها لفضل وقفة الاحتجاجية السلمية مخلفة عشرات الجرحى والمعطبين من مختلف الأعمار نذكر من بينهما الحبيب الصالحي باهبو تنجزال بمب الفقيرة أحمد حميميد كبارة ببيت هدي مينا لمينا الطالبية هدي مينا التوى سلم الإمامة المحفوظة الفقيرة بمب الفقيرة الحبيب الصالحية الرقيبان الحويجة الصالحة بتنجزال محمد الطالبة سليمان بريه سكينة ياية سلمة وبرى علالي بتنجزال حظهم فريكة أمن أخوت الحسني خدشة تدحى ترجمة نانسي قنقر 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 مسلسل العنف ومصادرة حق التظاهر السلمي يبدو أنه لن يتوقف حتى وإن كان العالم أجمع مقبل على تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان حياة خطاري الترفيزيون الوطني العون المحتلة